سبع سنوات حرب عيجاف تركت بصماتها في منطقة الدومباس هذه الخرابة شرق مدينة سلفانسك الأوكرانية كانت يوماً مشفاً للأمراض النفسية اليوم يبعث التوتر المتجدد على الحذر فيبدل بعض تخوفاً من عيون زرعها الجانب الآخر بالنسبة لماريا وآنيا الأرض وحدها تنطق بالحقيقة نزرع لنبني منازلنا غيرنا سرق وبنى لم نلتعويضاً يقولون انتظروا كنا في الحرب نزرع ونطعم الكلاب والقطط لكي لا تأكل الجثث أكثر ما نعانيه اليوم هو فيروس كورونا في الحرب قدلت ابنتي بقذيفة في الرأس مزقت الحرب الدومباس مع إعلان مسلحين مدعومين من روسيا كيانين انفصاليين غير معترف بهما في لوغانسك ودونيتسك وهجرت مليوناً ونصف المليون شخص ثلثهم يعيشوا على الجانبين في دونيتسك التي انتقلت إدارتها إلى هنا في مدينة كراماتورسك لم يحضر أليكساندر فوركشوف جنازة عمه في دونيتسك المحتلة ولم تستطع زوجة عمه أن تزور قبر ابنها الذي توفي هنا كان العديد من الناس يرتحلون بين خطوط تماثل العمل اليوم توقف ذلك لم يعد هناك عمل أقفلت المعابر والناس يرحلون بحثاً عن فرص في أماكن أخرى توجد خمسة معابر على جانبي خطوط التماس مقفلة منذ نحو عام في بلدة كراخوفا توقفت رحالات الحافلات وسيارات الأجرة باتجاه معبر مارينكا القريب الرحلة على طول خطوط التماس خطرة فالمناطق متداخلة وخرقات وقف النار تقتل وتصيب الجنود هذه قرية مارينكا من هذه القرية هناك أحد المعابر التي تربط المنطقتين الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة الأوكرانية ونحن فيه والجانب الآخر الذي تسيطر عليه القوات الانفصالية الروسية هذا المعبر كغيره من المعابر أقفل منذ أكثر من سنة وإقفاله يسبب مشكلات وتعقيدات لشرائح واسعة من السكان مناطق الدومباس المقسمة كانت الأكثر خصوبة وكثافة وإنتاجا باتت منكوبة العديد من المصانع على هصد وما يعمل فبأدنى طاقته والبنى الموروثة من الحقبة السوفيتية تقدمت الناس فقدت وظائفها والإيجارات مرتفعة تعيش تاتيانا التي تعمل في منظمة لحماية حقوق المرأة مع والدتها فالنتينا البالغة 72 عاماً في شقة لا تتجاوز العشرين متراً بعد التهجير سكننا في مخيم فانتقلنا إلى شقة من ثلاث غرف لكننا عجزنا عن دفع تكاليف التدفئة فانتقلنا مرات عدة ليستقر الأمر بنا هنا راتب التقعدي هو 3300 هيرفينيا وبعد دفع كل الرسوم يبقى لدي 800 لدي ابنة ثانية في الجانب الآخر أتحدث إليها يومياً عبر الفايبر لقد هجمنا فجأة كل ذلك يبدو غريبة المسنون في دونياتسك الأكثر معاناة والبعض يعجز عن تقاديرات بتقاعده إدارة دونياتسك الإقليمية تسعى لحل هذه المشكلة وتنشيط الاقتصاد بعد الاحتلال الروسي كنا نرسل الرواتب للمتقاعدين في الجانب الآخر اليوم تعقد الأمر بسبب كورونا وإقفال المعابر يمكنهم سحبها عبر البطاقات المصرفية عندما يتسنى لهم العبور اليوم انقطعت الصلاة الاقتصادية مع الجانب الآخر الذي أصبح رهينة منظمات إرهابية مدعومة من روسيا التي انخفضت الصادرات إليها وتحولت باتجاه دول أخرى كالاتحاد الأوروبي وتركيا كأن وباء كورونا والاقتصاد المتعثر وشبح الحرب كلها لا تكفي لتأتي حرب اللغة مطلع العام بدأ تطبيق تشريع باعتبار الأوكرانية اللغة الرسمية الأولى للبلاد وفرضت غرامات على المخالفين نحن نعلم اللغة الأوكرانية للبالغين لماذا لا يعرف السكان اللغة الأوكرانية؟ السبب السياسات السوفيتية السابقة وسياسة الرئيس السابق يانوكوفيتش فالمقررات المدرسية كانت بالروسية نحاول تعويض خسائر عقود طويلة ونسعى لإعادة إحياء أوكرانيا دام الحكم السوفيتي ما يزيد عن قرن حارب خلالها الأوكرانيون والروس جنبا إلى جنب ضد الغزاة النازيين وجاعوا وحاربت أقلية مع الغزاة مسار يعكس جروحا وندوبا من القرن الماضي ونزاعا يغرس عميقا فيها وإلى الحجار من مناطق دونيتسك شرقي أوكرانيا تيارت عربي ترجمة نانسي قنقر